جهاز يشغل الألعاب بـ 120 إطار نتحدث عن الفانتوم V Fold من تيكنو بشاشة تنطوي وبسعر أقل من الغير بكثير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف الجهاز الذي معنا اليوم يوجد مزايا رائعة مثلاً يوجد دعم للشحن السريع وتردد 120 هرتز بشاشته وأيضاً سعة ذاكرة 12 جيجا بايت مع إمكانية زيادتها ولكن نتحدث عن صوت أثناء الطيب وأيضاً لا يدعم الشحن اللاسلكي ولكن يأتي بسعر أقل من 4000 ريال هذا جهاز الفانتوم V Fold من تيكنو يأتي بحواف مصنوعة من الآلمينيوم وواجهة خالفية خارجية مصنوعة من جلد السيليكون تحتوي على دائرة بارزة بداخلها الكاميرات الخلفية مع بروز العدسة الأساسية ولكن هناك كفر مع العلبة فأموركم طيبة الواجهة الأمامية أغلبها الشاشة وتحتوي على نتوء الكاميرا الأمامي وزنه 299 جرام بس وسماكته مطوي 14.53 ميلي تخيلوا وهو مفتوح فقط 6.8 ميلي شاشة الأساسية منحنية من الجانب الأيمن بحجم 6.42 إنش من نوع Flexible AMOLED بدقة FHD Plus وأبعاد 21 على 9 وتشكل نسبة 90.1% من الجهة الأمامية كثافتها 431 بيكسل في الانش الواحد وفي شاشة داخلية 7.85 إنش من نوع Flexible AMOLED بدقة 2K Plus وأبعاد 8 على 7 كأنه مربع وتشكل نسبة 90% من الجهة الداخلية لنفس الشاشة كثافتها 388 بيكسل في الانش الواحد وترى كل الشاشتين يدعموا 120 هرتز وسطوع إلى 1200 نتز والجهاز يدعم صوت الستيريو سبيكر وهناك معالج MediaTek Dimensity 9000 بلس الذي يدعم شبكة 5G وهو ثماني الأنوية ومصنوع بدقة 4 نانو متر يجلب معالج رسومي من نوع G710 MC10 يجب أن يختبر الجهاز النواة الواحدة مع Geekbench 6 جابت 1247 نقطة ومع الأنوية المتعددة 3837 نقطة دعني أقدمكم لجدول مقارنة الأجهزة المطوية وأداءها فهنا نعرف الأداء حق هذا الجهاز مقارنة بأجهزة أخرى مطوية تجدوا أمامكم هذه اللعبة تعملت على PUBG بتردد عالي جداً تخيلوا 120 إطار أذهب إلى الكاميرات ونتحدث عن مجموعة من الكاميرات فعندكم كاميرا أساسية من وراء هذه 50 ميجا بيكسل وعندكم عدسة مقربة أيضاً 50 ميجا بيكسل وعندسة عريضة جداً 13 ميجا بيكسل ثلاث كاميرات موجودة في الجهة اللي وراء والجهة الأمامية لديكم 32 ميجا بيكسل والجهة الداخلية 16 ميجا بيكسل تخيل الجوال في خمس كاميرات المهم، تجارب الكاميرا كانت رائقة فالعدسة الأساسية عطت أداء جيد وسحب إضاءة جيد والألوان كانت باردة في أغلب الأحيان لكن في بعض الظروف حارة في العدسة العريضة الألوان حارة في أغلب الظروف وفي المجمل عطت أداء جيد جداً والبورتري أعطى عزل وتخبيش جيد جداً على البشرة والألوان كانت حارة في أغلب الأحيان يدعم التقريب إلى 20 مرة ولكن رقمي فقط أداء مقبول والتصوير الليلي أعطى جودة وتباين جيدة جداً الجهاز هذا يدعم تصوير فيديو بدقة 1080 و60 إطار في الثانية بجودة بين الجيدة والمقبولة والاهتزاز فيها ملحوظ والألوان لا يدعم للحرارة وهناك دعم لدقة أعلى وهي 4K و60 إطار في الثانية وأداءها كان أيضاً يشبه نفس أداء الـ 1080 أما في الكاميرا الأمامية فالصور ساطعة قليلاً وباردة في أغلب الأحيان وفي البورتري كانت النتائج للعزل والتخبيش تعتبر جيدة نوعاً ما وبشكل عام الأداء يؤدي الغرض والكاميرا الأمامية الداخلية عطت نتائج مقبولة نوعاً ما جهاز يأتي بنظام الأندرويد 13 وواجهة هاي او اس فولد 13 الخاصة بي تيكنو يدعم تطبيقات جوجل بالكامل بالتأكيد يأتي بذاكرة 12 جيجا بايت داخلية تقدر توسعها بـ 9 جيجا بايت تأخذ من السعة التخزينية وهي 256 جيجا أو 512 جيجا على حسب نوع الجهاز ولكن الرام يجب أن أذكركم هو من نوع LPDDR5X الجهاز هذا يدعم شريحتين اتصال ويدعم بلوتوث 5.3 الجديد وأيضاً الواي فاي ستة ويدعم تقنية الـ NFC ولكن يفتح القفل بالبصمة الموجودة على الجنب وأيضاً يأتي ببطارية 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط جربنا الشحن من 0 إلى 50% صارت بثلث ساعة بس وانشحن الجهاز بالكامل خلال 50 دقيقة ولو تكلمنا عن الصندوق فيه الجهاز كافر من الكاربون فايبر مخصص لهذه الجوال المطوي كابل شحن تايب سي كتيبات والشاحن الشحن الذي يعطيه قدرة 45 واط الجهاز يأتي بلونين يأبيض يأسود فهذا اللون الأبيض الذي ترونه والذي قاعد أختبره معكم سعره أقل من 4000 ريال ومن إيجابياته لو اختصرتها وذكرتكم فيها أنه 45 واط في الشحن دعم تردد 120 هرتز في الشاشة والألعاب على حسب دعمها لتردد العالي سعة ذاكرة 12 جيجا بايت مع إمكانية زيادتها وتمنيت لو أن الصوت أهدم من ناحية الطي وبروز الكاميرا الخلفية يكون محسن ويدعم الشحن اللاسلكي ولكن أقدر أعطي الحكم النهائي على هذا الجهاز أنه بدأنا نصل لأسعار كويسة نعم 4000 ريال على سعر جهاز بشاشة تنطوي يعتبر سعر كويس مع الخصائص التي قدمها هذا الجهاز فاليمكن خلال سنة نبدأ أن نرى أجهزة بهذا الحجم بشاشات قابلة للطي تصل بأسعار 3000 و 2500 ريال أو تنزل إلى أسعار 3000 و 2500 ريال هذا موضوع صحي جداً لقطاع الأجهزة التي تنطوي لماذا؟ لكي تنتشر أكثر ونعرف أن تقنياتها تطور أسرع فالتكنو بدأت بشيء مرة رائق بالنسبة لي وأتوقع أن هذا الجهاز سيكون أداءه جداً رائق مع الكثير من المستخدمين كون أنه يعطي أهم الأمور من ناحية جهاز قابل للطي الجهاز لا يوجد للأسف معيار ثابت لمقاومة الماء والغبار وكذا تعرفنا على التكنو فانتم في فولت هذا الجهاز الجديد الذي لو أضعناه جنب الأجهزة المطوية الثانية ستطع لكم هذه الصورة هل تروني؟ أول فيديو ذلك نهاية الفيديو وكل فيديو سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفركم وأتوب إليك نراكم على خير بإذن الله